السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا زملتكم فاطمة ردوان في الاربع عليك طبيعي بنا. ان شاء الله النهاردة هكامل معاكم محاضرة في الاي سيو. انتو خدتوا في المحاضرة الاولى اه بدأتوا بالبوزيشنينج وعرفتوا فيها تلاتة اللي هو الابرايت والسوبايل والسيمي ريكمنت بوزيشن. النهاردة ان شاء الله هكامل معاكم باقي البوزيشنينج اه اللي احنا بدينا نعملها في الاي سيو. اه هقول لكم في الاول كده بصورة عامة ان النهاردة معناه ان احنا بدنا ناخد الموريد اللي عنده مشكلة مسلا في او عنده دزيز او عنده مسلا اا مشكلة مسلا في مسلا في في مسلا فامنا نحط البيشنت في وضع معين بمساعدة هيبدأ نحسن الحاجات اللي هي عند دي بحيزا نخلي صحته ايه? احسن. بحيزى ان احنا مسلا ما نخلوهش يعتمد على تراد المفين الميتور او مسلا جهاز التنفس صناعي. او مسلا لنبعده اللي هو نبقي خاطر له الحاجات دي لها ممكن مثلا ايه تعمل له انجري او كده فحنبدأ نحطه في بوزيشن معين بمساعدة الجرافتي فحنبدأ نحسن من ايه من الحالة بتاعته وقبل اي حاجة الله مشرح لي صدري ويسل لي امري واحلو العجدة من لساني يفقق قولي اه دلوقتي بقى النهاردة هنتكلم عن اربع بوزيشنينج هنكمل بقى البوزيشنينج وهنتكلم عن اربع اللي هو اللاتر البوزيشن والبروم بوزيشن والاكتف ري بوزيشنينج والمانواج ري بوزيشنينج ان شاء الله هنتكلم عن كل نقطة فيهم وان شاء الله تقدروا تفهمهم ويبقى بوساط بالنسبة لكم اول حاجة هنتكلم عنها دلوقتي هي اللاترال بوزيشنينج بقولك ايه بقولك ان اللاترال بوزيشنينج از بروفد اه تو بي افكتف انزا موباليزيشن اه موباليزيشن اه ايروي اه سيكريشن اند بريفيندنج اه لورقة يعني الكلام ده بيقولك لما انت وتحطه في وضع سواء اه لفت او سواء اه فده بيقولك اللي هو بيحسن من اللي هو يبدأ يحرك يعني انت لما تنيمه ناحية او على جنبه فده بيبدأ يعمل او بيحرك اللي موجودة في اللانج والموجودة في فلما يقدر يحركها نبدأ ايه نعمل نقدر نعمل ايه لها نبدأ نخرجها ونحسن حالة الايه حالة العيان تاني حاجة بقولك لو الشخص ده مسلا عنده اللي هو او عنده بتاعته بتكون اللي هو ما فيهش هوا ما فيهش اير فهي لما بيكونش فيها اير يبقى جوه هيبقى زيادة فدلوقت هيبقى هيبدأ يعمل اللي هو عنده وعنده ويحصل فيها كلابس فاحنا عن طريق اللتر هنبدأ نحسن اللي هو الايه الكلابس دوت نبنعه ونبنع ايه الاتالكتيزيس طبعا بقولك وين في كرة اا كرتكالي اا اا فور مور زين اا اا اربعين درجة زين بيقام يعني معناها ايه معناها لو انت اجبت البشن ده وعملت له او اللي هو بدأت تنيمه على الناحية مسلا اللي هو الناحية اا على جنبه سواء او بدرجة اربعين درجة بقولك نسبة حدوث النومونيا بتقل هي ايه قصة النومونيا دي احنا نعرف ان النوميا دي عبارة عن آآ لو جينا شفنا في الصورة هنا كده هنلاقي ان النومنيا دي وبيكون عبارة عن ان حصل في اللونج. تمام? ندخل الفلينفاكشن دي هتبدأ تقوم التاعمل والا تبدأ تعمل هو يتكون في لود ويتكون بصف داخل اللونج. فهي دي النومنيا معناها ان لو احنا جينا شفنا هنا البرونكيون هنا هنلاقي اللي هو او اللي هو استاج بيكون اا كويسة ما فيهاش اي اا فلمود او فيها اي اي ايه او فيها اي او فيها اي بص. ولكن لو جينا شفنا تحت هنلاقي تحت هنا ان الغيرات دي او الساج دي بيكون مليانة باللون الاخضر دي ده ورا عم بيكون بص اللي ان حصل فالانفكشن دي عملت في الانفكشن دي اي بتجمع ايه? بتجمع بص. فهي دي الايه? فهي دي اللي احنا بنو عليها اللي هي الايه? النيمونيا. تمام? تمام. فاحنا اه فبيقولك ان لو بيقلل نسبة حدوات الانمونيا. لو انت اه حركت او نيمتو على اللي هو اللاترالبوزيشنك بدرجة ايه? بدرجة اكتر من مور ذان اربعين درجة. مهم جدا ان اللي هو بيكون مور ذان اربعين درجة. هي مش اربعين درجة ولا اقل من اربعين درجة. هي اكتر من اربعين درجة. بلك زاد اه ديشان اه كريت لك اي البيشن انزا. اه 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 بوزيشنك is based on. طيب ايه هو القرار او ايه القاعدة او ايه الحاجة اللي نحب نبدأ من خلالها نبدأ نقول او احنا البيشن دوت لازم نحطه في الاترالبوزيشنك. ايه? والله والله بيقولك على حسب حكتنا على حسب اللانج بسولوجي. على حسب ايه هو الديزيز في اللانج هو فيه عندنا اه امارات كتير ممكن تحصل في اللانج. فعلى حسب الديزيز الموجود هنبدأ والله نقرر احنا هنحطه في الاترالبوزيشن اه اه دوت سواء او على حسب الهيمو ديناميك ايه? والله على حسب اللي هو زي مسلا الهارت ريت حاجات دي اللي هي عنده هل هي فيها او فيها او هو مسلا عنده مشكلة او ايه يعني ايه النسب بتاعتها اللي احنا نبدأ من خلالها نبدأ نقرر البوزيشن ده هنحطه في اللاترالبوزيشن ولا لا؟ طيب احنا لما نحطه في الل الترالبوزيشن هنبدأ نحطه في الناحيا الرايت ولا الناحيا اللي فتا ع Saints وتحض الى نحيا اللي هي فيها اه الناحية اللي فاية لانج بيسولوجي ولا الناحية اللي هي مسلا scripture بكونال هو دي كلها تحضん دي حاجات قيب نبدأ ايه الحاجات اللي احنا نقرر ايه الحاجة اللي احنا نحط في الفوزيشن تمام? تمام. وزي ما احنا نشايفين كده النومونيا قلناها ايه هي بيقوم من هنا ببصق افولوت. والاقت الاكتيزيز ده بيكون حاصل اللي احنا لو شوفنا النورمال الالفيرات دي بيكون منفوخه عادي وبيكون فيها اير. اما اللي هو الناحية اللي هو اه لما بيحصل بقى كولابس بيبدأ ايه اني ما بيبقاش فيه هوا فالنيجة تبريشر بيضيت جوه. فده بيبدأ يعمل ايه كولابس ان هي يعني ايه اللي حجمها بيقل فبقاك انها كنت تمسك بالونة نافختها. بعد ك الوا خرج منها البالونة ايه? اه اللي هو صغرت ومسكت في بعضها. بيقولك بقى والله احنا لما عملوا بعض الدراسات اللي هو بيقولك لا ايه? لا ان هو لو الشخص الوات عنده اه يونليترال اه يونليترال اه يونليتيرال يعني معينة في ناحية واحدة يونليترال. زي مثلا انه انه مينيا زي مقنها اول هو مثلا الكولابس بيقولك ان اه زيوزأ آآ كونسولدياتيد آآ كونسولدياتيد آآ كونسولدياتيد آآ معناها اللي فهاتفيا. الليMAN او فهاتفين الكولبس. بقولك انت لو حطيتها في الناحية اللي هو خالة الل اللانج اللي هي فيها إه Up pertama. اللي هو ناحية اللي هو مناحية اللي هي Japonوتين عن اخت ؛ innate Center اللي تحت. تمام؟ بقولك ان нормت كن يحصل لمساماتش آآ آآ ؛ زاد آآ زاد هايبوكسيا. هايبوكسيميا. يعني ايه? اصلا معناها معناها آآ آآ اللي هو دخول وخروج الهواء في اللانجلينة عمال تاخد دم معناها. اما ده معناها ان ايه هي كمية الدم او اللي راح اتغزي اللانجلية جاي من الهارت راح اتغزي الايه? الهارت. فاحنا واحنا شايفين انا كنا ناقي ده معناها ان اللي هو هيدخل ايه? هيدخل من الواء راح ان ان ده اوت الايه? اللانج. اما البرفوجن لا والله البرفوجن ده عبارة عن ان الهارت بيبدأ يدوخ الدم فالدم ده بيبدأ يوح ايه? اللانج. فهل كمية الدم اللي راحها لانج ديها مناسبة ولا لا? فنعرف بقى ان هو لو حاطينا الشخص في الناحية اللي هو الديبندن اللي هي ناحية تحت اللي هي بيكون فيها ديزيز. فده ممكن يعمل ايه مسماتش. فده المسماتش ده ممكن في الفنتليشن والبرفوجن ممكن ايه هيبوكسيمية. تمام بيقول لك بقى بردو بيقول لك ايه ب Legs تاب ليه ايه هو التفسير اللي هو بيعصن من مسماتش GO بيقول لك انت لما بتحط. اللي هو اللنغ اللي لتفايل ليه تحت. في الناحية دي مننا اللي هي تحت فده بيقد لكل كمية الدم اللي هترجح اللي هتبدا تزيد في الناحية اللي هو اللي هي تكون تحت اللي هي في الناحية وهتزيد. وكمية هتكون هقل alto جدا. ليه? لان فاللي تحت دي هتبقى اسم فايل باسولوجي فالشخص مش يغير يتنفس بها. فكمية هتقل يبقى در powerful علي والهو بور ما وهو شويس. فده ممكن يحصل ايه يحصل باز tried منه او النسبة منه هتعمل هيحصل في ايه مسماتش. في بيقولك ده ممكن يعمل في اللي هو نتيجة ان الجز حصل في اه او مشكلة ايه هيبقى بور. بيقولك ان دي قاعدة ان القاعدة دي بيقولك ان الناشن اللي عمدها بنحط بنحطهم في ايه بنحط بيكون تحت بحيس اللي هو يقدر يتنافس فيها. فيحسن ويبقى نتغلب على ايه على المسماتش. طب هل هي دي قاعدة سبتة? لا. لكل قاعدة شواز. اي قاعدة عندنا بيكون لها شواز. فيقولك ايه? فيقولك ان بيقولك دي اه ان عارفين ان دي قاعدة ان هو بنحط اللي هو اللي هو بيكون في ناحية دي بين اللي هو بيكون ايه بيكون تحت اللي هو بيكون ولكن في شواز بقولك او فيه اللي احنا بنفعش نحط فيه امراض او فيه ديزيز معينة ما ينفعش نخلي نحط اللي هو بيكون تحت. فزي ايه? فور اجزامبل عندنا مسلا البرموني او اللي هو البرموني ان احنا عندنا مسلا اه اه ناحية من بيكون فيها افسيز. فالأفسيز ده هينتج عنه ايه هينتج عنه باص كتير. ان يبقى فيه كمية باص اه او عندنا بيكون مسلا حصن مسلا اه نزيف او حصن مسلا اه تجمع دهما ومسلا في ناحية معينة من اللنج. فاحنا لما نحط تحت واللي هو فوق فده يعمل ايه? هيقولك ان دلوقتي اه اللي هي فوق اللي هي التعبانة تبقى فوق. فيبدأ ينزل تنزل باص وتبدأ تنزل في الليود وتبدأ تنزل من فوق اه من فوق او بلاض من فوق على ناحية السليمة. فاحنا لما ننزل على ناحية السليمة الحاجات اللي هي الوحشة في اللنج اللي فده يبدأ ايه برضو ايه? يعمل مسماتش او هيخلي مش قرية تتنفس بطريقة صحيحة. فده يبدأ برضو يعمل ايه? هيعمل مشكلة. فعشان كده بقولك ان احنا دي بيكون حاجة حالة شازة فمنحط يعني ايه? اللي احنا بدنا نحط اللي هي التعبانة بنحطها في ايه? تحت في الناحية ال ايه? الناحية تحت. يعني الناحية التعبانة هي الليفت فنخلي اللي نوع على ايه? بحيث ان هو اه يفضل الباص تحته والبلاط تحت واللنج اللي هي سلامة واقفه. فيبدأ البيشان يتنفس ايه بيها? بطريقة ايه? بطريقة صحيحة او بطريقة كويسة. سوزا اه 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 زي ايه? هي اللي صورانج زي ما احنا قلنا. بقول لك الشخص ده لو عنده انفيزيما. انتو عارفين الانفيزيما دي بكون من الهوة اه من ضمن الهوة اللي هو السوق بيدي. فده الشخص ده بيبقى عنده ايه بقى في الانفيزيما دي? بقول لك ان شخصنا بيبدأ ياخد نفس بتوع عادي ولكن لما بيجي يعمل ما بيجي يخرج الهوة الهوة من اللنج. فالهوة بيحصل له انتراب منتو جوة وده بمع الوقت ممكن يعمل لهوة في في الالفويلاي. فبقول لك دلوقتي لو احنا مسلا الشخص ده عنده انفيزيما مسلا في ناحية معينة من اللنج مسلا في ناحية رايت مسلا. ووحنا دلوقتي نيمنا دلوقتي اللنج كويسة نيمنا في الناحية ايه? اه اللي تحت اللي هي تحت تمام? فدلوقتي ايه? الشخص دوت هل هو هيعرف يتنفس بالناحية اللي فوق? يعني اللنج اللي هي تبقى تعبنة تبقى فوق. هل هو يعرف يتنفس بها? لا. هيبقى هي اللي تحت. فالناحية السليمة هتبقى هي اللي تحت فالشخص المسي بقدر يتنفس باللي فوق. يعني مش هيبقى في مجال اللي هو يقدر يتنفس كويس. فاحنا برضو دي بيكون شازة بنخل البيشنت ينام آآ على ناحية الواية اللي هي بيكون فيها انفيزيما مسلا بحيث ان يكون الادزيز لانجل بيكون تحت والله هي الجود بيكون فوه ويبدأ يبقا فيه مجال او فيه مساحة اللي هو يبدأ ياخد رسم النافس والاعيه ويبدأ يتنفس بطريقة ايه بطريقة صحية دي برضو بنحط فال ايه القفاكت لانجل بيكون في الناحية ايه بيكون في الناحية تمام؟ يبقى هي دي صورة الانفزيما ان هي بيكون اه نتيجة انه حصل اه 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 ارتروب فتبowned على الوقت بيعمل ايه بيعمل دامج بيعمل دامج في فى وخدنا برض gars ايه ايه هي النمونيا اللي هي بيقول مالينا بفروض او 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 هو ما مالينا ببلد زي او مالينا ببص زي اللي هو الايه زي اللي هو او اللي هو النمونيا او اللي هو هو يبقى احنا جمعتهم لكم كده في ايهر آآ انه هي قاعدة المعروفة الهيه الجلدن اهرول بيقولك ان الليوني لترى آآ باسولوجي بنحطها في ايه بنحطها بنحط الجود لانج ايه تحت اما ولكن لكل قاعدة شوايز ايه هي الشوايز اللي عندنا عندنا تلات امراض يا اما الشخص ده عنده اا 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 او عنده بالمورني هيمورج بنحط الافكتة لانج فين بنحط الافكتة لانج تحت في الدبندا النبوز دي شوين بحيث ان هو نمنع اللي هو البص او البلد يهاجر او يروح ناحية الايه الجود لانج عندنا لو شخص ده عنده انفيزيما بقولك والله برضو بنحط الافكتة لانج في الناحية الدبندا بحيث اللي هي الجود لانج بالكونفو فيبدا يبقى في مساحة لها اللي تبدأ ايه اا تتميلي بالهواء واني يبدأ ايه يتنفذ بقى بتراية ايه بتراية صحيحة اخر حاجة واقفة اللي هو اللاترالبوزيشن بقولك ايه معناها ايه معناها دلوقتي ايه لو الشخص ده انت عندك مسلا فى الاي سي او مريض ماشيحة عندو مشكلة مسلا فى البرفجوiedz او عنده مشكلة هايبوكسيمية مسلا ر حالته مسلا هل حالته هتا بتطهور او حالته ماشيحة لكن ميزة لك لو شخصنا عنده يقسمي وهوemente من religions يعنى القعدة العامي بتاعته كح suspects وانه قولي هي الشباز بتاعته. ثاني حاجة بقى هناخدها اه من اللي هو اللي هو الشخص يكون نام على بطنه. تمام? فبيقولك ان لما عامر واحد او بعد الابحاث لقيت ان الابحاث زيقلت ايه? اه 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 اللي هو ما عندهم بيكون او اللي هو اه اللي هو اه ده بيكون برضو بيحصل في اه فبيقولك لما بتحطهم في اللي هو ده بيبدأ يعمل ايه بيعمل حاجتين والله. ده بيحسن اللي هو يقبل الحدوث ايه. اه يحسن نائمونيا. احنا قاموا لين شوية ان النائم Be برضو اعمل بعض الابحاث قال لها بيحسن شيك شوية الحدوث ايه؟ اللي بيكون مصاحبة اللي هو الايه الفنتلاتور اله هو جاهز الايه التنفس الصناعي. فالبرون بświadشن بيكون حلو في الحاجتين دولة. وقل لك طب ايه المكنزمات بقى بدأ يسأله هو ايه المكنزمات اللي هي بتحقق الحاجتين دولة عندنا? اللي هي بتبدأ تعمل تحسن في اللي هو الجهز او بتقلي اللي هو النومونية. فقول لك والله هي لحد الوقتي ايه нط بين فولاء ايه هكالثوائي اللي هو لسه الحاجات دي لحد الوقت او المكنزمات او اللي هو الطرق اللي هي بتعمل الحاجة دي لسه مش واضح لحد الوقتي. ولكن بيقولك ان بعض آآ ممكن نقول بقى بعض المكنزمات برضو اللي هي بيكون متعلقة بالتحسن دوت. ممكن نديك مسلا ان دوت والله بيقولك اللي هو ممكن يعمل دوت افضل آآ مسلا او بوزيشن آآ حالو. اللي هو يبدأ يعمل ايه? يحرك اللي هو سيكريشن. فيبدأ نعملها ايه? نبدأ نعملها تاني حاجة لما الشخصية يكون نعمبرون فبيكون دورزل آآ او اللي هو بتاعت hangi يعاني عليه يا فبيكون ايه الشخص النيمع على البطن فهيكون ايه لفوق هتكون هتكون لفوق سبيرون فهدي بيكون افضل بيحسن ايه? او بيعمل آآ يونت ايه اللي هو اللي هو اللي هو أو الساكن الي بيكون فيها آآ دفتم فده ري قوم بيعمل ايه بيعمل للوال ايه للساكن او دي فبيبنع ال ايه الكلابس. او ممكن مسلا آآ نانجقة ان الشخص دو برضو لما نحطه في ده برضو زي ما قلنا بيحسن او بيقلل اللي هو الفاب فده هيبدأ هيقلل ايه هيبدأ يعمل من مائز لما الشخص يتحسن عن طريق فده هيبدأ مش هيبدأ اللي هو يبقى محتاج للهو او الجهاز التنفس الصناعي فلوي احنا عارفين انجاز التنفس الصناعي برضو ليه منها ايه منها ايه فاحنا لما نحسنه نحسن حالته هيبدأ ايه يستغنى عن الايه? عن فنبدأ ان ايه? نقلل نسبة حدوث الايه? يعني باختصار كده ان دوت لما عمل بعض الابحاث قال له والله بيعمل حاجتين. بيعمل اللي هو وبيقال اللي هو الايه? الفاب. اللي هو الفاب ده بيجي ان اللي هو النمونية اللي بتيجي عن طريق الايه? الفنتليتر. تمام? فبيقول لك ان ان عشان الحاجات دي بتتحقق ازاي? قال لك والله احنا لحد دلوقتي مش عارفين يا بتتحقق ازاي. يعني مفيش حاجة عامة او قاعدة عامة تقول لنا يا بتتحقق عشان كزا. ولكن في بعض الميكانزمات ممكن يكون من المحتمل هي اللي بتسبب التحسن ده. يا اما ان ده بيعمل اه بيعمل اه بيعمل بتاعة اللانج بيعمل لها اه او فده بيحس ان هو وتاني حاجة بيقالل للفاب. او عن طريق حاجة برضو بيعمل عن طريق اللي احنا لما الشخص ده يتشمل على الوال ونحطه فده يبدأ يقالل اللي هو اه اللي هو يحتاج للفنتلوتر تاني ويبيقالل النسبة تحتصل ايه? تمام? هو ده بيقول لك ايه? يعني اللي هو البرون ده هيدينا افضل افضل استجابة وافضل نفع من اللي هو منه لما نحط ده في البرون في ايه? في او الشخص ده يكون لسه ايه? اه اللي هو يكون لسه في المرحلة البداية من اللي هو ايه? يلسه في الاول يعني لسه ده ما توغلش اللانج او اللي هو ما اللي هو ما بقاش موجود في كل اللانج بتاعته او اللي هو حالته من سيئة فيه فكلما الشخص ده يكون في كل ما يكون اللي هو上 ها يكون افضل حاجة. وهيكون ا Confer حاجة للبيشن. فبيقولك ايه بيقولك. ده ما بيكون ايه? معناها يعني ايه? ديما يعني ان الانج لسا بيكون اللي هو كلما يكون في tube. يعني لسة في البداية يعني لسة ما حصلش قال لابس لسة ما حصلش قديمة لسة ما حصلش ااً مسلا ديات. بيكون بيكون قوائس. بحيء بقولك بقولك ايه. بقولك وان دي ده اللي بتحصل في اللي هو بقولك ان لما عملوا دراسات حديثة بقالت الدراسات دي بقولك انه يعني ايه? يعني ايه? يعني اه اللي هو دوت بقولك ان ده معناها اه كلما يكون الشخص عنده اه ده معناه ان الشخص في حال خاطر او اللي هو المرض بقى موجود في النحييتين من اللنج او اللي هو البيلاترال او مسلا حالته مش مش احسن حاجة ووا حالته سائد فده اه المنزاف هنا مش هيبقى له اي فائدة اللي هو اي مش هيبقى لي اي اللي هو البيمفت للحالة ديت يبقا ك perpetrate هذا الج والجال اما امتا يكون ما لهوش اي مفت لو كان شخص دي ده حاجة الولايه خلاص بقى شخص بقى عنده اللي هو الايه? اللي هو اكويتر تمام? دلوقتي بقى نتكلم بقى السلالات الجاية كلها اه عن ان هو اه في عن ان هو بعض العلماء ان هو بدأ يعملوا ابحاث وبدأ يعملوا عشان خاطر يشوفوا ايه هو الافكت بتاع البرون والافكت ده جاي ازاي وايه سبب بتاعه يقولك ان عندنا عالمين بدأ يعملوا برضو بدأ يعملوا دراسات الدراسات دي بتقولك ايه ولكن ان هو بدأت تعمل اسس للواء الافكت تبدأ تشوف ايه ايه اصلا التأثير بتاع الواء فعن طريق الواء بدأ يعملوا استادز وبدأ يقارنوها باللواء يبقى احنا دولوقتي نبدأ عندنا نشوف الواء البرون بوزيشنينج واللواء نبدأ ان ايه نعمل اه اللواء نعمل نقارن بينهم على الهو ايه من هو من فيهم هيحسن من فيهم هيبقى عدد الهو الديز اللي هفل من اللواء يتحطى على البنتروليت بيكون اقل او ايه من فيهم اللي هو ينقل لها اللي هو إلذ اللي اكتر ومن فيهم هيبقى يقل لها هيبقى نسبة المرتلتى عنده قليل noi لها المرتلتى المرتلتى دي معناها نسبة اللواء إيه قصدي اللي هو يحصل لو شخص يعني الشخص فبقى بيقولك ان ان عملوا بعد عشان خدر يبدأ يشوفواوا إيه quando يكون مقارنة بالايايه بال لكن من حيس للهو العدد اللي آنة عن المنتونيتر من حيس لل воспيت BH من حيس� الفات ومين فيهم هيبقى احسن تعمalla يبقل ليك لما بدأ يعملوا خمسة خمسة خمس محولات او خمسة صدي اه في اكتر من ست ساعات في حطوش يعني جابوا مجموعة من الناس حطوهم في في اكتر من ست ساعات عملو حاولو خمس مرات اللي هو خمس درسات اه في الناس اللي عندها ايه عندها اللي هو فبيقولك بيقولك اه بيقولك ان اه شوه اه لان البرون بزيشننج عمل اه اللي هو تحسن باين جدا وملحوز في اللي هو الايه اللي هو الهو اه اللي هو الاكشجين اه بولك ان الهو اه ده معناها دي بيكون عبارة عن الروشو دي من خلالها لبنى او نحدد ايه باقي ايه بتاعة دي او ايه بتاعة دي يعني لو شخصنا عنده لو الولا ايه الاكيوت باقي استرس درام في البناء نحدد من خلال الروشو دي هل ايه اللانج دي او مو ماهو اما هو يدده في محر العقوم بيكون لسه في الاول في مرحلة ويدا تبер أومي دي ملحوظ في الريشو دي. تمام? في كل الفيز بتاع دلوها الايه? الايه ار دي اس. بقول لك برضو لما بقول لك ان بي ايه? بقول لك هما قاعدوا يعملوا ابحاث بقى والدراسات تاني. فبيقول لك ان استجنيفكا اه استاتيكال اه اللي هو الهيتيروجينيستي اه اف زا اه اه من انجزات زا اه بقول لك ايه? اه من انجزات زا اه بقول لك لما لما قاعدوا يعملوا ابحاث كتير اه اه في ناس ابحاث لقيت ان مثلا في اه في اللي هو افكت كويس جدا من البرون. في ناس لقيت ان لا ما فيش افكت من البرون. في ناس نقيت ان في افكت اه مش مش اللي هو مش كويس اوي او متوسط او مش احسن حاجة. فبيقول لك ان الدراسات دي اتعملوا دراسات مختلفة وكل دراسة كان لقى اه? كانت مختلفة اه من من تجربة الاخرى او من دراسة الاخرى. تمام? تمام. عندنا بقى كده بقول لك بدأوا يعملوا برضو دراسات هنا في لقوا انه ايه? لقوا ان نسبة اللي هو الهتيرو اه جينيتي دي اللي هو نسبة التغير دوت او التباين او الاختلاف الموجود في الدراسات دوت بيقول لك ايه? ده كله هيرجع لحاجة واحدة نبدأ نسأل نفسنا السؤال دوت. احنا حطينا المريض امتى على في وهو من امتى? ايه اللي قاعد فيها في يبقى دي حتة مهمة جدا. يبقى كل الدراسات التامعة يعني ايه? احنا نريد ان نبقى عارفين هو البيشن ده اتحط في اللي هو البرون بوزيشنينج امتى? بدأ امتى البرون بوزيشنينج? وقعد قد ايه في اللي هو هقعد في دوت. فبقول لك اه بيقول لك ايه? ان لما بدأوا يعملوا الدراسات وبدأوا نفسهم الاسئلة ديت. بدأوا يقولوا ايه? ان الافيكت دوت مبقاش بال ليهم او حصل ماسك او لو ما بقاش فاهمين او مش عارفين هل اه يعني ايه هي الفواد اللي ممكن بن awards البرون بوزيشنينج او ايه هي ايه هي الحاجات الفواد بس بيكون اقل شوية او ايه حاجات اللي يكون درر البجان? فالدراسات المختلفة برضو ديت بدأت تعمل ايه ماصق او بدأت وراءوا مش فاهمين مش عارفين ايه هي الحاجات المفيدة من الحاجات الليا مش مفيدة ايه الحاجات المفيدة اوي من الحاجات الليا اقل استفادة او ايه الحاجات اللي ممكن تكون اطرر اصرا للاقيه? للمريط. يا بقى بس ام حاجة عرفها هيجي وهيجي ان شاء الله في الامتحان اه ان ان مهم جدا في اللي هو نعرف هو امتى اه بدأ بتاعته قد امتى والديروشن بتاعته قد ايه ايه اتحط في البوزيشن ده قد ايه تمام تمام بولك ان ما فيش اي اختلاف خالص في عدد الايام في اللي هو الايه على المكان يكالفنتروش على الجهاز التنافس الصناعي او نسبة حدوث الفاب اه او اه في اللي هو ايه لو احنا كنا بنقرر بين حاجتين اللي هو الصوبان والا هو فقالى ان ما فيش اي اختلاف خالص بين الاثين من حيس وعدد الايام اللي بيحط فLEY على والاضب من ح joust عدد من حيس حدوث اللي هو هو اه فما فيش اي افرانظ انزا شرط اي او بو Versap ان هو يعني احنا كنا بنقرن في الاول بين الصومين والا pupil من حيس الحاجات دي فقالك ان ما فيش اي اختلاف خالص او اي من الاثنين تمام ولما بدأ يعملو بداي اي دراستين لا ان الرياح بيقولك ان هو بيقلل المورتاليتي ان هو بيبدأ يقلل نسبة حدوث الايه المورتاليتي ليت ريت تمام تمام اللي انا عمال اقوله ده كله دي كلها عبارة عن دراسات بقى والدراسات دي هيبدأ يستنتج من تخلال لها حاجات كانوا بيقرر نوبا ايه زي ما قلنا بين حاجتين الصوباين والبرون يشوفوا الايه الافكت بتاعهم من احسن من التاني من حيث مسلا عدد الايام على اللوالبنتليتور ااا نسبة حدوث الباب او المورتاليتي ولما انا عملوا الدراسات ديت لقى ان فيه تباين ااا في اللوالبنتليتور ااا ااا اا 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 اعرفوها ان هو نعرف امتى البيشن ده اتحط في البرون بوزيشننج وبقال وقدي ايه في البرون بوزيشننج تاني حاجة احنا قلنا مافيش اي ديفورنت او اختلاف بين الصوباين والبرون من حيث الحاجات اللي احنا عارفونا دي هو الايه الفاب والمورتاليتي ولما عملوا قابل اوف زي صدي لقى ان احنا خلاص بقى عملوا دراس بقى دراسات دلوقتي طيب ايه الحاجات اللي مفروض يركزوا عليها بعد كده في في المستقبل لازم يعبروا دراسات يركزوا فيها على هو هو البرون ده بدقوه امتى او اللي هو اا نبدوه امتى او كده اا يعني لازم برضو اللي هما لازم يركزوا في المستقبل على اا اا هما هيبدأوا البرون ده امتى واا واه واي وهي حتى ادي يعني لباشن هيبدأ امتى البرون دوت ويدي روشن اللي هو هيتحط فيها ادي ايه فلازم يركزوا على الحتة دي بقولك ان في ريسينت آآ 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 كريتكال آآ كير ميدسين بقولك ان في بعض اللي هو المنزمة كده اللي اسمها سواليمينتكال كير ميدسين بتبدأ بدأ بتقول لك ان آآ آآ اه هو بوتانشيلي آآ آآ نجراس بقول لك يعني ايه بقول لك ان المنظمة دي بدأت تقول ايه ان الناس بدأت يعني الناس اللي هي عندها الاعراض دي لهم يبدأ ايه يلجأوا يتحطوا في البرون ايه ايه يموني الناس دولات الناس اللي هي عندها مسلا اللي هو ايه علق او الناس اللي هي عندها الايه اللي هو مصلا عندها زا او الناس اللي هي مسلا الايه الايه الناس اللي هي مفاهم من الول ايه يعني نعرف دي ايف solids con see barbering الوقتي اا اا او الناس مثلا اللي هي اه يبقى دي كلها دي كلها حاجات ممكن البيشن يلجأ فيه ايه للبرون انجليا الناس اللي هي عندها اا آآ او عندها الواق او عندها هي معنده ايه من الواق طب ايه قصلا دي معناها ايه? معناها ايهي الحاجات الي ما ينفعش نحط البيشانت معاها في لبروم بزشنج مثلا ممكن انت ده ما يقدرش يتحط في لبلزشن هذا الشخص ده ممكن لما يتحط بالبرون بزشنج احنا عارفين لما يتحط في له ده هيكون نايمع على بطنه يعني وشه هيكون تحت فالحنا نعرف نحط له اي تيوب لها ا訴ك او لا فدا هيبدأ انه ينفصل عن البيشانší انفصل عن ال الارتفرشل ايه تاني حاجة او الانتران او الشخص دوت مثلا اه بيبقى محطط له مثلا تيوب مسلا من خلال لي بيبدأ يتغزة او نغزي او نحط له مثلا فيها اه اللي هو نيوتر فهنبدأ ايه مش هيقدر للشخص دوت ايه يحط تيوب دي. تلات حاجة هيحصل او اه اللي هو الاكسس. لو انت مسلا عاوز تركب له مثلا اي مسلا اصطرأ او اي مسلا حاجة. اه اه او اي مسلا ايه كده مش ربنا انه ايه. نحطها مسلا في اللي هو الايه? عند اللي هو الاوعية الدموية او اللي هو الكبيرة اللي هو بنحطها عند النك كده عشان ايه نعمل تالت حاجة اه دي ما ناكد ان الشخص ده يبدأ نايم دايما برون فيبقى اللي هو الفيس بتاعه يبقى موجود لازق في السرير فده ممكن يبدأ يعمل ايه اه مثلا فيشي القديمة مثلا او ممكن يحصل مثلا في الفيس اه ممكن يبقى عنده دفقلتي مثلا في اللي هو القارديو بالمناري ايه اه ريس اه ريسكتيشن الو الايه الانعاش الو احنا نحصل مشى لو حصله اي اي احاول انها وعرفنا اللي هو ايه الميكانزمات اللي هي النحتمه يتأخر في الحاجات دي خدنا بعد كده ان هو مهمة جدا الحيطة دي هتاكي ان شاء الله ان هو بيبقى اوبتيمال او بنيفشيال افكت طول ما هو كان في الارلي ايه فيز او اللي هو بيكون ايه دريدومنت في القديمة او اللي هو الكلابس نعرف برضو لوه ملوش ايه لوه سيرفايفل في حيات الوال ايه في حياتات السبير او في حيات الوال ايه الار دي اس تمام درست بتغليم او است بالضارع وقردنا بصديم والبرون الدراسات ديت وقالنا ليبقيش اي دفرنس بينهم والمهم قد أميدنا نعرف امتى البرون ده بدأ وايه اللي لان احنا عوزين نعرف ايه الحاجات اللحمة ما ينفع ش نعمل فيها والله ياما الحاجات دي ياما المونع دي هكونONG يبقى ده كلها حاجات ممكن تكون كل واحدة فيهم هيبقى فيها كزا ايه فيها كزا نقطة فاول حاجة هنتكلم عن اللي هو الكاردو فاسكولر ايه الكاردو فاسكولر اللي هو الحاجات اللي بتمنع اللي هو البرومبوتاجيني يبقى ده هيمو ديناميك انستابلتي بقى اللي هو الفيتال سين فيها انستابلتي ليه ايه بيقوم فيها مشاكل تاني حاجة لو لو الشخص ده كان لسه حصل له دلوقتي او توقف في القلب فحصل عملنا له انعاشة فاحنا خايفين لو احنا حطناه لو في اللي هو البرومبوتاجيني يحصل الريست تاني لو عنده او مسلا لو مسلا لو مسلا الشخص ده بيحاطط اي مسلا اجهزة مساعدة مسلا بالساعدة او اللي هو اه يضخ الدم عن طرير ايه من خلال اللي هو ايه او شخص مسلا لسه عامل مسلا دلوقتي في الالف فدي كلها حاجات هتبنى عليه للا ايه لانها يبقى نامة على بطنه او عند عند الشيست او عند المنطقة اللي مسلا ايه ناحية اللي هو الهرطة او كده فده يمكن يعمل ايه يعمل لنا مشاكل طب لو شخص ده حصل له ترومة مسلا الشخص ده مسلا عنده اا انجري في الهيد فمشي ده ينام ايه على 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 اللي هو الايه يبدأ انشارها في نام برون لو شخص ده عنده ايه ايه او في بروكوشا مشال اللي بدنا نحطه في برون لو فيه اا مالتب اا ترومة مسلا الشخص ده اتعرض لكازة ترومة او في مسلا اا اا او او اول بلوك ايه ركشن انشاء الله تعرفوا في الاورسو ااا السنة الجاية ان البلوك اا اصلا اول ايه ركشن ده بيكون حاجة صعبة جدا بيحصل معها بليدنج وبيحصل معها اللي هو اا اا الوهاي بولوكيميك اا بليدنج فده مش هنبدأ مش هنعرف نحطه اصلا في الوضع ده اا اا لو في اا ريب فراكشن لو في ريب مثلا اا الوى الرب المكسور فده هيبقى مش هده لينمع اصلا على الشيست بتاعه فده هي عارض اصلا لكمبيليكيشن اكتر طبا تابعا لو مسلا فيه حاجات نيورو مسلا ايه الحاجات دي مسلا كلا انترا كلينل بريشر اللي هو müsste ممكن لما اتنعم بروان ممكن يزوده ااتي Najins Mug 함 اذا كنت النقيقي loose اليه صحيح يpta حدود يضحها قدير始ب توب لفيه مشاكل في الهلو النك مسلا الشخص ده عبريل system هذا cama نحصل مادر mp peryan يزيد اكتر. اه ممكن يعمل ودخلنا في كوموليكيشن. الول مكزيلو فاشيل اه سيرجي لو شح ده لسه عامل سيرجي او عمليها في الفيس بتاعه. لو نيو اه تراقسطومي اللي هو لسه شايل حاجة من اللي هو التراقية او كده او عامل مسلا سيرجي في الشاست اه اقل من من اربعة عشرين ساعة فده ما ينفاش نعمل معه. ده نحن نحطه في البرون. اه لو فيه مشاكل في الرزبيرات رضي ايه زي مثلا الازمة ممكن لما نحط في يزود اعراض الازمة اكتر. ممكن لو في شخصا اصلا لسه عامل مسلا اه كان عامل سيرجي في الهارت عامل سيرجي مسلا في الشيست عنده. فده مش هينفق مش يبقى في الايه? في اللي هو لو في اي مشاكل في الابدومن زي المسلا الايه? الريسنت ابدومن لسه عامل مسلا برضو سيرجي في الابدومن فانت لما تيك تنهيم برون انت ممكن كده يعني تعمل او تعمل اللي هو اه دامج اللي هو اللي هو التأثر عليه. او لو الذي يبقى في اي ووت يعني الشخص مرتاح او مش يضد دينا نتائج كويسة مع الايه? مع البرون لو في ادبانسد دا استو ارسرايتس شخص دا مش هن يبدأ برضو نعمل له خالص لو في ريماتويد ارسرايتس برضو دي حكل حاجات في المسكوليس كده مش هنعرف نعم مع الايه? مش هنعرف نعم مع البرون. طيب حاجات اذر زي لو مسلا واحدة حامل في الشخص اه في الشخص اه في اللوة الترايميستر التانية او التات خلاص اه البيبي الكبر والي هو البطنة بقى الكيبرة مش هنعرف اصلا احنا كده ممكن نعمد جاني للخاطر في مش هنفع نعمة في الايه في البورون بوزيشنج. ايبقا دي كلها حاجات اللي هو ايه? كانت اللي هو ام..." كونتر انجججينا. عندنا فعال... كاردوفاسكالر والترومويس والنرواز request واللي هو الرسبيراتري ابدامونال ماسكوليس كيلتل وال 다�صر. يبقى هنا كده خلاصنا قد نعمل اليوم الـ ان شاء الله يكونوا مفؤميه يقولك انه هو فور كريتكل layer unit اللي هو قمع في الاي سيو. اللي هي العينات المركزة بيقولك ان استخدام اللي هو البرومبوزيشنينج اللي بيقولك ان فيه evidence based guideline بيكون فيه دليل او فيه حاجة اه طبعا او ماشى على guideline في حيات اللي هو البرومبوزيشنينج بيقولك ان لازم يكون فيه nurse لكل بيدي اللي هو بجانب كل سرير او مع كل patient لازم يكون على اقل فيه nurse واحدة او مثلا nurse مع كده مثلا اه مثلا مع patient او كده بيقولك ان يكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن ان نرسي دي تكون عارف ايه الانديكيشن ايه هي عشان تبقى تدعف تتعامل مع patient اه ايه هي assessment اه او اللي مفوت تعملها قبل ما تحط patient في اه ايه ازاي تعمل اصلا او تبدأ تعمل ده بطريقة هي الاستراتيجي اللي ممكن نبدأ نمشي عليها عشان خاطر نبدأ نحط patient في طب ايه الاسيسمنت اللي احنا قادلنا احنا اللي بنرسي ده محتاجها عشان خاطر تبدأ تمنطر هتبدأ تشوف اللي بتاعته هاروة مستجب مسلا دي ولا لأ هل هو الاستجاب بتاعته مش كويسة هل هو حصل هارو ميلي ولا لأ اه تبدأ شوف برضو آآ اللي تبدأ تبقى عارفة اللي هيبقى محتاج في اثنان يبقى لازم على بيقولك ان في جايد لاين في الاي سيو ان بيكون آآ نيرسز لو بيقى مع كل patient بيقوم في ايه آآ بيقوم معا نيرس ممرضة تبدأ تعرف اللي هو والحاجات جو كلها الجايد لا انت كلها بحس تبدأ تتعامل مع الايه تبدأ تتعامل مع هنبدأ بقى ثلاث حاجة في المحاضر النهاردة اللي هو يعني يعني انت اللي بتعمله بقولك ان دي حاجة طبيعية ربنا خلقنا بها سبحان الله ان انت طول ما انت نايم مسلا او mett بقى ام مش بتبدأ نايم في وضع معين يعني مش بتبدأ نايم على جنب واحد مسك من جسمك ولكن انت بت نتيجة له فيه حاجات بتبدأ تغيرها بتحصل بتبدأ تتقلب طول من انت نايم البقى الصحية الطبيعية عادي زينا بتبدأ تغير البوزيشن بتاعهم كل الو دقيقة يبقى كل اتناشر دقيقة انت بيحصل لاكري Theatre بتبدأ تغير البوزيشن بتاعك وذيك سبحان الله ربنا خلقنا بيها عشان خاطر نبنع مسلا يحصل مسلا جلطات نتيجة مسلا انت نعم على جنب واحد فيحصل تجمع دموي فممكن يحصل جلطات ممكن مسلا اه يحصل نبنع دول بريشل ارسل اه فنتيجة روها بتعمل كل شوية او اه فده بيبدأ ايه يبنع الحاجات دي كلها ولكن يقوله بيكون عن طريق حاجة اسمها لها بيكون في حاجات تغيرات حسية بتحصل في جسمك اه بتبدأ تغير الايه بتبدأ انت تحسي بها فتبتأ تغير الايه بتاعك يعني انت مسلا بتكون نعم على جنب مسلا الرايد فانت حسيت ان خلاص انت نعم ان الجنب ده مسلا واجعك فتلاقيك ايه بطريقة الايراضية اه اتقالفت عالجنب التاني اه وده كلها بتكون الدكتور كان قيل في المحاضرة ان دي بيكون عبارة عن تقطايل اه انه بيكون عن طريق التطش اه حاجات حسية بتحصل في اللوها بتاعك او في السنسري اه كوز فده بتبدأ ايه تحصل ايه يحصل في اللوها ايه في البوزيشن بتاعك اه اه اعراض اللي هي تضارة او اللوها افكت تضارة ايه اه زي ما قطلقه ان هو نتيجة اللي هو شخص ده فضل اه لثابت في وضع معين في اه من غير اي اه او اي حرقة فده ممكن نعمل ايه وحشة جدا زيا اوام مسلا او متلا كلاطات او اللو يحصل לא�سر و الحاجات دي ولكن compromised. هو اه او حسن ريموت ما اصتري ليا ان اثر آآ ناس مثلا اللي هي عندها مسا مشاكل في النيورال زي مسلا ناس اللي عندها او عندها زباستي مسلا جمدة في 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 الجسم في الجسمها او الناس مسلا لي عندها مسلا استمليستش حاجات في sorted كتما ت это ever so the other هيبقى السنسور عندها بتأثر شوية. فدي مش هتبدأ مش هيدا بتحس بالبوزيشن بتاعها او مش شاعة في تغير تغير اللي هو بتاعها زي ناس اللي عندها تاكسا واللي هو فدي مش هيتبقى ايه مش يبقى عندها القدرة اللي هي تبدأ ايه تعمل نفسها. فدي هتعتمد على الناس الاخرى او مسلا عمم مرضة تكون معها او الدكتور يكون معها اللي هو كله شوية بدا يعمل لها ايه عشان نبدأ نعمل ايه اه اللي هو مشكل ايه? تمام? تمام. عندنا بقول لك نفيزة اه في سنتر اه دي بيكون سنتر اه خاصة بالدزيز اللي وقت تتحكي فيه او تمنعه. بقول لك اللي هي بتركمند لازم كل شوية نعمل اه 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 اتشينج كل شوية نبدأ نغير ايه البوزيشن بتاع العيين. الان ده بيكون مهم جدا ليه. وبيمنع كتير. طيب ايه هي الممكن تحصل? ده ينام برورنجة الوان ما عسير بقى له فترة كبيرة من غير اي اه. والله ممكن يحصل تغيرات بالميري او تغيرات ايه مشاكل في في الاسكن. فمن حيث البالميري ممكن يحصل والله نتيجة اللي هو ممكن يحصل اه او ممكن يحصل نموانيا ممكن يحصل هيبوكسيا تاب بالقرد وفاسكال والله نتيجة برضو ده ممكن يحصل اه سرومبو اه سرومبو امبوليزم اللي هو نتيجة اه يحصل جلطات نتيجة التجمع دموي مفيش حرقة ما بتبدأ اه اه سابتة في مكاننا مش بتتحرك فده بيهم من ايه جلطات ممكن يحصل صينقوب الصينقوب يحصل اغماء نتيجة مسلا اه اه ان هو مش بيتحرك كتير فده ممكن يعمل دايمنشد للوالبروسبتر وانت قدتو خيواغدين للوالترمل فات في البروسبتر البارة معناها اللوالبريشار والرسبتر مستقبلات اللوالبريشار فلما بتقل ده بيبدأ يؤثر على اللوالبريشار بتاعه فده ممكن يعمل ايه اغماء للعيان ممكن يحصل اه مشاكل في الاسكن فيحصل ايه زي ما قلنا بريشار ايه يبقى هو ده اللوالبريشار بيبيشار 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 بي الجنب تاني. لو ما بيكون نايم على الفترة طويلة او على اي سطح مثلا بيبقى نايم فيه. ايه? نعمله نبدأ نغير الوضع بتاعه. بولك زا اه ريبوزيشن. بش هنبولك ان الحاجة السابطة دلوقتي او اليا اليا الموجودة دلوقتي. بولاك ان انت تغير وضع العيان كل ساعتين. ما ينفعش اقل من كده ما ينفعش اكتر من كده. هو كل ما يكون يعني كل ما كان اقل من ساعتين ده بيكون افضل طبعا في اللواء ولكن ده احنا الريبوزيشن ده حاجة صعبة جدا حاجة بنفل جدا سواء للعيان او للنيرس او اللي هيعمل اللي هو الريبوزيشن جدا. فهو ما ينفعش يكون ما ينفعش نستنى عليه اكتر من ساعتين وهيبقى صعبة جدا اللي احنا اقل من ساعتين. فاحنا اهم يعني الحاجة اللي استاندر ان احنا ماشينا عليه لو بيكون ايه? كل ساعتين. بولك ده استاندر ازاي بيزدقون زيتو استاد يعملوا درستين وفي الف وتسعمائة وستين فبدوا يعرفوا ان هو اا 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 اكتر افكتها يحصل لما تقلبوا كل ايه? كل ساعتين. بولك دي بكون حاجة معروفة اللي احنا اا اللي هو عن بتبدأ تحركه كل ساعتين. تمام? بولك ان عملوا بقى في الاي سيو اا اا لقوا ان تلاتة وتمين في المية يعني عملوا سيرفي يعني اللي هو عملوا ببحث او دراسة لقوا ان تلاتة وتمين في المية. من اللي هو بدأوا يستجيبوا ده كل ساعتين. يعني يلاقوا الافكت بتاعه كل ما تقلب كل ساعتين. فلاقوا لتلاتة وتمين في المية من من الايه? من الايه استجابوا لده. بولك قلتوه زير اا 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 بابلشد زات زا اكسبلين وايزا كريتكال اا اا بيقولك ان ما فيش اي دراسة لحد دلوقتي بدأت تفسر اا احنا لين مسلا ما نعملش العيان اقل من ساعتين يعني مسلا ما نعملش مسلا كل نص ساعة ليه او كل ساعة ليه او مسلا كل اكتر من ساعتين كل تلات ساعات. ولكن بيقول ورغم ان كل ما كان انه انه هو حصل لك في الطايم يعني الوقت ده قال بقى قال من ساعتين يعني مسلا كل ساعة كل نص ساعة اا فده اول وقل اا الاصطاف قال فده بيكون حلو جدا لاني اصلا زي مقلت لكم ان الريب وزيشن كده حاجة بنفل جدا. اا فاحنا لو فينا نقلب عام كل شوية يعني كل نص ساعة وكل اا كل ساعة ده يكون مجهدلين جدا خاصة لو ده مسلا شخص قلد مسلا او شخص مسلا عنده مشاكل مسلا في بتاعته فانت لو قلبته كل شوية ده ممكن تعمله او ممكن تعمله اا اللي هو اا بين اكتر. اا وكمان هيبقى منفل للنرس اللي هتعمل اللي هو او شخص مسلا عنده بالسيسي فانت لما تيك تحركه هيبقى صعب بالنسبة لك جدا فاتت ابقى حاجة بنفل. يبقى فعشان كده ما فيش لحد الوقت دراسة بدأت تفسر هو ليه كل ساعتين او ليه مش اقال رغم ان هو كل من الوقت قل هيبقى افضل ولكن لأ بقول لك ان بيقول لك ان ولكن في فاكتور بدي بدأ نطبق او نعمل على الاساسة اللي هو كل ساعتين ده على حسب اللي هو البيشن ده هيبدأ يتحمل اللي احنا بناء نغيره كل ساعتين او اقل من ساعتين او لا هل الهيمو دايناميك هل احنا لو قلنا اقل من ساعتين هل هو بتاعتها تبدأ ولا اين فهي والبين يبقى احنا بنحددنا عن تلات حاجات دي مهمة جدا يبقى الفاكتور بنحدد على اساسها كل ساعتين تلات حاجات اه قدرة قوة تحمل المريض تاني حاجة اللي هو الهيمو دايناميك تلات حاجة اللي هو ايه? البين. تمام? يبقى الحية التي مهمة جدا. عندنا بقولك اه 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 ازاي بنفول يبقى احنا زي ما قدركه لو بيكون حاجة بنفول جدا. فما ينفعش نعمله اقل من ساعتين. يبقى لازم نعمله ايه? كل ساعتين. لازم ايه? كل ساعتين. بقولك ان برضو عملوا دراسة في اه عملوا دراسة استادي ولقوا انه ستالاف ماتين وواحد اه من اللي هو البيشن. اه لما بنعمل لهم اه اللي احنا اللي بنعملهم اللي هو اه كل شوية. اه لأ انه ده بيكون حاجة يعني ايه? انه الاصل ده بيكون حاجة روتين. بنعملها كل يوم للعين وكل شوية. فاحنا لو لو احنا بنعمل لهم كتير اه في وقت اقل من ساعتين. فده ممكن هيكون حاجة جدا. سواء للي هو او سواء للول ايه? للبيشن. يبقى يبقى بتعرف ده حاجة مؤلمة جدا جدا يعني مش حاجة سهلة يعني مش مجرد احنا بنقلم ولا بيشن ده ممكن يكون عنده وقتك سي ممكن عنده مسلا مشاكل في فاحنا مش نعرف نعمله بطريقة سهلة كده لا يبقى صعب بالنسبة لها جدا. ممكن الشخص ده اصلا اه ممكن لما نعمله اصلا الوضع معين يكون الوضع ده اصلا بين فليه او مسلا الوضع دوت يكون اه مش كويس لي. فاحنا مغرد ان احنا بنقلب الوضع ده وبعدين نرجع الوضع اللي هو بي ايه? بيرتاح فيه اكتر. فده بيبقى نعرف من اللي هو اه اللي هو الايه? الريبوزيشن ده ايه? نعرف اللي هو بنقلبه كل ساعة يبقى لو هو لو هو اكتب في الناس اللي هو الهلسة عادي احنا انت طبيعي وانت نايم بتتقلب كل ايه? كل اتناشر دقيقة. طب لو انت مسلا شخص مسلا لأ انت مش تقدر تتقلب لوحدك ما هتحكى حد يقلبك. فعلى اقل بتقلبك ايه? فانت بتقلب العيان ايه? كل ايه? كل ساعتين. وده بيكون مع كل مشان بيكون في نرس اللي بتساعده بدا. تمام? تمام. طب ايه الفاكتور اللي بتأثر عدوات? مهمة جدا. والي هو الهيمو ديناميك والبين. دي الفاكتور اللي بتأثر احنا بنقلبه كل ساعتين ليه? تمام? تمام. تعرف برضو ده برضو مهمة جدا هيجي ان ده بيكون ايه? فور ايه? فور اضل. دي بيكون حاجة ايه? بمفل جدا. يبقى ده ايه? ده احنا كده اخدنا اللي هو اه الاكتف اه والمانوال ايه? ريبوزيشن. بعد كده اخر حاجة بالمحاطة بيقولك ان زي عبارة عن يعني بيكون عبارة عن ان بيكون في سرير بيتحرك لوحده وكده بيبدأ يحرك العين من صايت وصايت. ده بيكون بنبدأ نزبط البرامر وتربطاعه. اه بحس لو هو يبدأ ايه? يعمل في كزا معينة في الساعة بعدد معين في وقت معين. فده بيكون عبارة عن ده بيكون عبارة عن ايه? انت بدأ تحرك اه 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 من اه في شكل او من اه من اه من ان هو صايت اه في وقت ايه فوقعين بعدد ايه معينة. فده ا Palmer الهو اللي هو اللي هو العام تبدأ تستخدم اللي هو المتخصصة او معينة تبدأ تتحرك بطريقة ميكانيكا ليه اللي هو بالطريقة الواحدة كده عشان خاطر تبدأ تتحرك العام ايه من صيد وصيد بتستخدم ايه بشكل مستمر في ترن معينة او من جنب الجنب ايه بمعدل اللي هو اه اه اربعين درجة اللي هو معدل ايه اربعين درجة احنا قلنا اللي هو بنحطه بنحطه بنلف في ايه اكتر من اربعين درجة اما بنعمل اللي هو اربعين درجة تمام? قلن زي ايش صايد لكل جانب بنبدأ نعمل ايه عليه ترن ايه اربعين درجة. عندنا بعاجدة بيقولك ايه ده بنعمل كم في الساعة بنعمل من ستة لتمانية ترن بساعة بقى من ستة لتمان لفات في الايه في الساعة. تمام? تمام. يبقى زي بيت فريم بيقولك ايه سربي ده معناه اللي هو بيكون فيه سرير متخصص بيبدأ يحرك من جنب لجنب كل جنب اه اب تو اربعين درجة اه بيعمل في الساعة اللي هو من ست التمن ايه تمانية تارين في الايه في الساعة اه عندنا مع كتاب بيقولك ان اعمل بعض الابحاث الريسارش وبدأت تقول الابحاث دي وتوضح ان اللي هو يبدأ لازم نحن نحرك اه في اليوم تمنتاشر ساعة في اليوم يعمل عشان ايه افضل ايه افضل ايه الفواد او افضل البنفت يبقى احنا قلنا ايه قلنا في الساعة بيتحرك من ستة لتمانية طيب في اليوم كله يتحرك كم ساعة هيتحرك تمنتاشر ساعة طيب كل صايد هيبقى عليه كام اه دجري اربعين دجري تمام عندنا مع كتاب بيقولك ان وبدأ عملوا بعد برضو الابحاث برضو عملوا اربع ابحاث اللي هو قالت ايه قالت الابحاث دي ان هو لقه انه بيبدأ ايه التأثيرات بتاعته يبدأ يقل اللي هو ايه ريتوف زباب المتعلق بالفاب اللي هو بيقلله ولكن هو من ايه تأثير على اللي هو اه في اللي هو الاي سيو او الهو هيقلل المورتالتي ريت ولا لأ يبقى هو ليه تأسيب بس على الفيب. عندنا برضو بقدر يعملونه الابحاثة على ولاقوا انه هو آآ 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 اللي هو آآ بقدر يجيبه السرار كويسة جدا غالية جدا آآ سرار متخصصة من نوعية خاصة زي الماترس او مسلا آآ حاجة عاملة زي البنينسات وكده. وبدأ يقرنوها مع الايه? اللي هو السرار اللي هو العادية اللي هو بتبدأ تعمل اللي هو البيشن. وبدأ يقرنوها هل هو فعلا إل å 설�ي هو في الواب ده هل هو بيحصل مثلا Q bureaucracy quele على حسب جوة السرير؟ ولا على حسب ف فهما لما عملوا آآ بينهم لأ ان في الفيب ده نتيجة استخدام روتاشن سرابي هو نتيجة ايه? يبقى هو حصل نتيجة ولكن ما حصلش نتيجة اللي هو اللي هو اللي يبقى اللي يبقى المالذي نتيجة ايه؟ نتيجة ايه روتاشن سيرابي يبقى هو ما اعتمدش على جوة السرير هو اعتمد على يبقى ghosts ايه? ان هو حصل ايه? بقاوها اعتمد على ايه? يبقى هما جدا الياه بتقليل البيب ولكن مالاش اي تأثير على الول في الاي سيو او الول ايه? برضو بعض العلماء برضو بدأوا يعملوا بعض الابحاث ولقوا ان اه ان هو اه ان هو اه لما الشخصة ان اعملوا اه اثر على ازاي في عشر اعملوا في عشر اه في عشر اه اشخاص اه وزاي الول اه الول ااه الول اه ار دي اس اه وواجدوا ان عشرين ان عشرين دقيامهم عن الول روتيشن بيكون حلوة جدا جدا اقيا لها بتحصل الايه الول جاز اكس تنج ايه? يبقى اللي بعض العلماء برضو بدأت ايه? تشوف الافكت بتاع الول ايه الول سراه على الول ايه وعمل في عشر اخ اشخاص وقالوا ان هو اه افضل تأثير في الول برد. عشان تحسن الهو بتحصل الول. اللي هو بيعمل عشرة عشرة دقيقة. يبقى ولد حد لوقتي ارقام Feel ايه ان بيعمل اللي هو في الساعة من 6 الى 8 ترن في الساعة بيعمل اي متاني بيعمل هو بيعمل اربعين درجة اه تلت حاجة بيعمل step 4 بيعمل تمنتاشر ساعة تاب افضل افضل يعمل Jason بتاعت عشرة دقيقة ايه عشرين دقيقة. يعمل soume стرة باي وعشرين دقيقة. عشان تحسن البعض اكس سينج. بقول لك ان ذي كنت اعطت لك لقي ضي امي لاحق entwicلام سيفير. الناس اللي هي عندها المحالة المتأخرة او المحالة الاول السيفير خالس دي مش بتستجيب خالص او مش بيتحسن عندها الاول ايه الاول او مع الدiauتين سيربي وانهما وانهما انه عندها قليل سيفيرتي بيتحسن دي شبه ايه شبه اللي هو ما قلنا في聲per بيكون التأثير بتاعه بيبقى اعلى حاجة او عندما بيكون شخص في ايه في المحال الارلي فيز برضو في الولاي بيكون اللي هو الاوبت من بتاعته او اكتر استجابة بتحصل معاه لما اا يكون في المراحل ايه الليس سيفير ديزيز لسه في المراحل البدائية لسه في المراحل لسه الحالته متضاورتش لسه في الاول ولكن لو ايه او حالته متضاورة فهو مش هيستجيب للايه للروتيشن سيريبي او هيكون التأثير بتاعه مش كويس خالص على الولاي الاكسجينيشن بعد كده بيقولك ان اين زا ايرلي اه في الولايه او في الولايه ايه او في الولاي اريك بيبدأ ايه ما بيكونش ايه بيكونش كويس خالص بيكون مكان ايرلي بيكون في كل مكان اللي ايه بيكون ايه اخر حاجة بقى بيقول لك ان فارزر استادي بدأ يعملوا درسات تاني اه وهم محتاجين درسات اكتر عشان يبدأ يفسروا ايه بتاع التأثيرات او ايه اه هو بيعمل ايه عشان خاطر يبدأ يحسن حالة بيقول لك انه دلوقتي بدأ ينشروا اللي هو اللي هو بتقول ايه بتقول ان 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 القانتك بدأ يعملوا ابحث يعني عشان خاطر يبدأ يستخدم اللي هو القانتك بدأ تبدأ تتحرك لوحدها يبقى قانتك بتبدأ تتحرك عشان تمنع لما يقول لما يعملوا ايه دلوقتي يبقى احنا خدنا دلوقتي ايه خدنا في اللي هو عبارة عن بنعمل اه لكل جانب اربعين درجة من في الساعة من تمانية لستة تيرن خلال ينوم كله تمنتاشر ساعة اه واكتر حاجة بيستفد في اه بيستفد من نوع بيقال للا ايه الوالفاب اه وقلنا ده بيعتمد على ايه بيعتمد على اكتر من ما يعتمد على جودة ايه البد وافضل حاجة عشان نحصل اه بنفت حلو من اللي هو الوالبشن يتحط على ايه عشرين دقيقة تمام? واهم حاجة برضو في الوالبشن اللي هو كلما كان شخص ده في الارل ستاتش كلما كان تلوال ايه افكتف كلما كان في الوالبشن هيكون ايه ان افكتف. يبقى احنا ان نوعا ده اتكلمنا عن اربع تمام? في اللي هو الاي سي يو. اتكلمنا عن اللي هو الاترال اه اه اتكلمنا عن اللي هو البرون بوزيشن انج اتكلمنا بعد كده عن اه 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 انا وعرفنا كل واحدة اهميتها ايه و اه و ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن تكون قندر الانديكيشة معاها او الانديكيشن معاها وايه البنفل بتاعتها واخدنا بعض الايه الابحاث اللي هي بتبدأ تفسر كل ده الايفكت بتاعه ايه او ايه الحاجة مفتني استلتجة منه. اه وفي النهاية احب اقول لكم من وصالة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء فلا تاكل لو اني فعلته كان كزا وكزا ولكن كل قدر الله ما شاء افعل. فان لو تفتح عمل الشيطان استعم بالله وابدأ اعمل عليك وسعى واعرف انت طول ما انت بتسعى انت كده ماشي في الطريق الصح واعرف ان سعيك دوت باكر وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه وسوف يراه. اه ربنا يوفقكم يا رب وينفع بكم ويعلمكم يا رب دايما ويوفقكم ويجعل رب مكانكم في الكلية الهاجة الطبيعي اه اه اللي هو شفيع لكم عند ربنا وتوصلوا دايما الاحسن الاماكن يا رب اه اتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة واللي هو اه قدرت اوصل لكم بطريقة بسيطة وكويسة اه بس اه سانكيو وشكرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.